طيب برضو عشان اسمع رأي حضراتكم في سؤالي القادم وهو هناك من يقلل من انجازات النادي الاهلي خلال المباراة السابقة ومباراة النهاردة برضو حابة بعرف رأيكم في هذا الامر على الرغم من ان هو مش موضوع ناوي لكن انا دايما بحب اسمع رأيي المهاند سعادلي والاستوز ابراهيم في هذا الامر ده اولا ثانيا يا كابت الاسلام اتفضل يا بشمهاند سعادلي كابت الاسلام احنا الامثلة المصرية بليغة جدا يعني كان زمان يقولك عواجيز الفرح اللي بوا معزومين ومدعوين ورايحين وكل اللي خروبوا بيه من الكرم اللي بيتقابلوا بيه التعليق على البوفيه والتعليق على العروسة وفسانها فانت فقد الشيء لا يعطيه هم مش هيقدر يدركوا حجم اللي فيتهم الا لما ربنا يأذن بإذن الله ويعيشوا هذه الأجواء فانا مش عايز نضيع وقتنا كتير قوي احنا مش في مكان نرد بيه على حد احنا نستمتع بنادينا ونؤدي واجبنا ونشرف بلدنا ويكفي ان كل البعثات الدبلوماسية والصفرات اللي بنتعامل معها كيف تنظر النادي الاهلي والسفير كان موجود النهاردة وكان سعير جدا باللي بيحصل مع النادي الاهلي يا جماعة انتو الموجودين تفخاروا جدا انما هيقولي اصل المستوى مستوى ايه؟ على الاقل وصلوا هنا يعني اضعف الإيمان المستويات اللي مش عاجب حد دي دي وصلت هنا بتلعب في كاس العالم الاندي احنا باللعب ابطال قارات يعني مش الفريق الامريكي ده فريق متعب جدا جدا ومنظم جدا وقيمته التسويقية يعني 49 مليون يورو ضخمة جدا يعني 49 مليون يورو يعنيتو معاك كريم ودكتور سابي يقدروا يقولولك القيمة التسويقية بتاعتو كامل 49 مليون يورو طيب يعني يعني ضعف النادي الاه ضعف النادي الاه فأنت وأربع ضعف أي نادي بعد النادي الاه فالمسألة النادي يعني مش جاي تهزر واحنا شفنا حجم الجاري وحجم المجودة اللي تبذل في الملعب من الفرقتين ويكفي ان النادي الاهلي استطاع ولو لم يكن الاهلي على هذا القدر من الاستعداد البدني والفني والانضباط الفني وانهم يقدروا طبقوا بسرعة توجهات المدرب في قط اللبس ما كناش قدرنا نلملم نفسنا في الشوت التاني بالطريقة دي ونسيطر على الماتش ونكسب بجدارة يا جماعة الاهلي فازة بجدارة واضحة في المباراتين فاحنا لين ادايق ان حد غير يعني معلش يعني سيب غيرك ادايق منك او يغبطك او يحسدك وقال الله بنشر الحسد يعني وانت امضي في طريقك واشتغل واعمل اللي عليك وانا ضد ان احنا نقعد نتبادل الكلام اللي مالوش لازمة لانه هيعطانا تعرف انا لما شفت الجمهير المغربية انا قلت الابراهيم منبارح اقول والله احنا مدععين وقتنا كتير جدا احنا بنقعد نرد على حاجات ما ينبغي ان تشغلنا احنا مكانتنا يعني عند الخارج عالية جدا جدا هو ده اللي يهمنا والحمد لله الصورة كل يوم بتزداد احترام وتزداد الناس تزداد معرفة بقيمة النادي الاهلي وتقدير النادي الاهلي وقيمته وده يكفينا الحياة كابتن اسلام في مسألة الكلام على مستوى المباريات او مستوى البطولة او طبيعة البطولة هي الناس مش عايزة تاخد بالها ان دي بطولة ابطال القرار يعني من شي طبيعي جدا انك انت لما تلعب بطل الاوكيانوس هيبقى المستوى اقل لكن كمان لما تلعب بطل امريكا الشمالية اللي الاول مرة يشارك في البطولة وبيشارك بعد ما انهى سيطرت الانديا المكسيكية على البطولة فانت هنا بتتكلم على بطل قرى والله مش عاجبك ما هو انت في كاس العالم كاس العالم للمنتخبات لما بتلاقي منتخب جاي مثلا من قرى اصغر شوية او حتى من قرى افريقيا اكيد مستوى مقارنة ببقيت ابطال القرات التانية او ممثل القرات التانية هيبقى اقل منهم بكتير فانت هنا بتتكلم على مستويات ابطال القرات المختلفة من خلال دوري ابطال كل قرى فانت بتلعب بطل دوري ابطال الاوكيانوس وبطل امريكا الشمالية وهتلعب بطل اوروبا وهكذا فاي حد بيتكلم على المستوى هو انت يعني فاهم ان بطولة القرات لازم ان كلهم يجوا من اوروبا ما هو ده الجهل الحقيقي بس هو جهل ممزوج بنوع من الحقد والغل والحسد وحاجات تانية خالص فزي ما المهندس عادلي قال خلاص دعه يعمل دعه يمر خليه يولي كل واحد ينشغل بنفسه وصدقني لو كل الفرق بتاعتنا وكل الاندية كل واحد ينشغل بنفسه وركز في شغله وركز على تطوير شغله وتطوير فرقته اكيد هنكون في مكانة احسن من كده بكتير في النقطة ديت برضو عايز اقول يعني حاجة كده يعني حصلت معايا وكان فيه صديق قاعد جنبي كان بيتكلم فرد عليه انا مردتش بصراحة فصاحبي اللي جنبي بيرد على دوة اللي بقولك يا بطولة ضعيفة وبتلعب وميمتع قال له يعني انت عندك حق اه بس انا عارف ان انتو بتلعبوا تشيلسي اربع وحد وبتلعبوا منشيستر يونيتد سبت واتنين فعشان كده يعني يعني خلينا نقود من كلام حضراتكم فعلا يعني الرد دايما بيكون في الملعب وعايز اقول لحضراتكم النهاردة وانا بتكلم مع كابتن اسلام اسم النادي الاهلي اللي مرتبط بمصر على كل الصحف العالمية بنتكلم على اسبانيا بنتكلم على فرنسا بنتكلم على انجلترا بنتكلم على امريكا فكل اسم النادي الاهلي دايما الاهل المصري وقدي ايه الفخر ان احنا بنشوف ان النادي الاهلي بيقدم رسالة على مستوى العالم وده ده ده رسالة النادي الاهلي يعني في الظروف اللي فاتت قدي ايه كانت قد يكون بعض الرسائل اللي وصلة للخارج ان فيه عندنا مشاكل على مستوى قرط القدم والرياضة ولكن النادي الاهلي بيصحح هذه الرسائل بقيمته بكيانه بيلعبته بمجلس ادارته بنتيجه من خلال تواجده للمرة التامنة للمرة التامنة في كسر العالم الاندي ترجمة نانسي قنقر